اشتركوا في القناة غير الرعي والسبي والغزوات تقاتلوا تحاربوا تناحروا تزاوجوا منذ 1400 عام تركوا لنا قصصا وسيرا ذاتية وحاديثة ونصوص قالوا انها مقدسة كما قال الذين من قبلها وبعد 1400 عام يتوجب علينا ان نفكر كما كانوا يفكرون ان نلبس كما كانوا يلبسون ان نعيش كما كانوا يعيشون ان نتقاتل كما كانوا يتقاتلون ان نتزوج كما كانوا يتزوجون 1400 عام من التزوير والمطلوب ان نصدق كل ما وردنا 1400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم ولم يتبقى لنا شمل لتدمير أوطانهم ولم يتبقى لنا أوطان لسبي نسائهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين أيتها الأمة النائمة إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الذرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة غير المرأة والكلب الأسود وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربة وأرضاء الكبير ووداع الزوجة الميتة وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة أيتها الأمة النائمة ألا يحق العقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان مع السلامة